اي قالت حسام البدر المدير الفني لمنتخب كرة القدم واتحاد الكرة يبحث عن مدير فني جديد ده عنوان انتظر ان انا اقرأه غدا في كل صحف القائرة غير كده يبقى احنا بنهزر لان ما ينفعش اكون جايب مدير فني لمنتخب كبير زي منتخبنا تصنيفه في التلاتينات او الاربعينات يلاعب فريق تصنيفه 140 اللي هو منتخب جزر الامر اللي كل سكان جمهورية جزر الامر كانوا حاضرين النهاردة في الاستاد عدد سكان جزر الامر 850 الف طبعا مباريات كرة القدم لا تقاس بعدد السكان لكن هل يعقل ان احنا مش قادرين نعدي كينيا وجزر الامر وعايزنا يا امر نروح ننافس على كاس افريقيا هل ده ينفع؟ حسام البدري هناك فرق بين ادارة ادارة فنية لا احدى او احد فرق انديت الدور الممتاز وقيادة منتخب قيادة منتخب انت لا يمكن ان تلتقي بلعبيه اكتر من ترى تربع معسكرات طوال العام عشان تجمعهم انما لما انت بتدير نادي زي النادي الاهلي ما فيش مدير فني عد على النادي الاهلي ملطاش بطول الدوري ولا كاس فقال احنا جبنا حسام البدري علشان كده؟ هل احنا اسهقنا الاختيار؟ ناس كتيرة كانت ضد اختيار وترشيح حسام البدري لانه ما بينش كرامة سيبك من نتائجه مع النادي الاهلي لان انا قلتلك النادي الاهلي حالة خاصة كادارة وكلعبين لكن النهاردة انت عايزني استنى فضيحة بعد فضيحة كينيا وجزره الامر مفيش لخطة مفيش ادارة ملعب مفيش توجيه لعبين كان الحارس الشناوي النهاردة كان بيلعب الكورة في اخر خمس دقايق عمال يمشي بيها بالروح بدل ما يبعث كرات امامي مفيش توجيه لعبين